سارة يا سارة، سارة الآغة أنا نفسي أعرف ليش لقب الآغة رغم إنه مش اللقب الرسلي يعني لأنك صديقة قدك بتخرج الأسرار لازم يعني أحرجيك بشوية أسئلة كده عشان الجمهور يتعرف عليش كثير اخترت لقب الآغة كشوء إعلامي ما يدخلش بأهلي أو إذا صادفت عمل يكون في وساطة أو مجاملات محزوبة لطرف معين عشان أطلع كله بمجهودي الشخصي كله بنجاحي الشخصي فما حاتش يعرف لقبي إلا المقربين جدا يعني جدا يمكن أربع وخمسة بس أنا من ضمنهم أحمدك يا رب هي حاتش نعرف اليوم والكل إيشاء اللقب اللقب هو لقب يمني بحث يعود إلى أحد القرى اليمنية أيوة، بصراحة أنا مبسوطة أنت عملت كذا يعني أنت قلت نظام اللقب ونبسر اللقب أو كيف؟ هو بصراحة كان برنامج مصطفى الآغة هو يعني أنا عارف من اللقب الآغة تركي أيوة إيش معنى؟ والله قلت لك هو عشان مصطفى الآغة يعني في أكثر يفكرونه عشان أمي تركية بس هو لا أمي من عائلتي المزر فلوقت تبعي سارة يعني سارة المزر صعب ثقيلة فأشتي حاجة يعني كذا كنت محترمة بين أفندي وآغة فقلت خلينا على آغة شهرات أم بيسي ما نقصي ما نقصينا على سب الضرائب طلوع على سب الضرائب سارة يا سارة الجمهوريش تعرف شوية عن موضوع ملكة جمال اليمن 2018 الحمد لله كانت منافسة صعبة طبعا لدرجة أنه مش مصدقة إنه أنا فزت بالترشيحة الأول أنا مش مصدقة يعني خلاص وصلت لمرحلة ثلياس إنه مش أنا خلاص وكنت داخلة في برنامج معين وتصوير فيجيني اتصال مباشر إنه ما شاء الله الحمد لله أنت فزتي فكنت مش مصدقة مش عارفة أوصف الشعور ولكن بعد الفوز ودخول المسابقة العربية في مشروع هو المشروع اللي كان شوية له تأثير للقب الآخر اللقب الآخر طبعا أعزائي المشاهدين سارة شرفتنا وأخذت لقب ملكة جمال العرب للسياحة عام 2020 الحمد لله وهذا الشي اللي احنا نتشرف فيه كلنا حبيبتي تسلمي لحرشتيني حبيبتي تسلمي لحرشتيني